اشتركوا في القناة وقال براء ذمته ولأجل أن يتنفل بالصيام وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإن أخر القضاء إلى ما بعد ذلك قبل أن يأتي رمضان القادم فلا حرج عليه لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لأنه لا يدري ما يفاجؤه به الأجل والأيام القادمة